موسيقى السلام عليكم ورحمة الله و أهلا بكم إلى أخبار عمان أهلا بكم وفي أبرز عنوينها جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يتفضل بترأس افتتاح الفترة السادسة لمجلس عمان يوم الأحد المقبل بحصن الشموخ في ولاية منح موسيقى جلالة القائد الأعلى لقوات السلطان المسلحة حفظه الله يتفضل فينعم بوسام عمان العسكري و بوسام الأمجاد العسكري على عدد من القادة وكبار الضباط في الأجهزة العسكرية والأمنية موسيقى جلالته حفظه الله ورعاه يتفضل فينعم بوسام عمان العسكري ووسام الأمجاد العسكري على قادة أسلحة قوات السلطان المسلحة وعدد من كبار الضباط من عسكريين ومدنيين موسيقى جلالة السلطان المعظم يمنح وسام عمان المدني من الدرجة الثانية لسعادة الدكتور المدير العام السابق للمنظمة العربية للتنمية الإدارية موسيقى رسالة خطية لجلالة السلطان المعظم من فخامة رئيس الفلسطيني يتسلمها سمو السيد فهد بن محمود السعيد موسيقى أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة أصدر ديوان البلاط السلطاني بيانا فيما يلي نصه بمشيئة الله تعالى وتوفيقه سيتفضل مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه يوم الأحد الموافقة الخامس عشر من نوفمبر لعام 2015 للميلاد بافتتاح الفترة السادسة لمجلس أومان وذلك في حصن الشموخ بولاية منح بحضور أصحاب السمو والمعالي أعضاء مجلس الوزراء المؤقر ومعالي الدكتور رئيس مجلس الدولة وسعادة رئيس مجلس الشورى والمكرمين أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى حفظ الله تعالى عاهل البلاد المفدى وأسبغ عليه وافر نعمائه ومزيد آلائه إنه سميع مجيب الدعاء تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعى فأنعم بوسام عمان العسكري وبوسام الأمجاد العسكري على عدد من القادة وكبار الضباط في الأجهزة العسكرية والأمنية بمناسبة العيد الوطني الخامس والأربعين المجيد وبناء على التوجيهات السامية قام معالي الفريق أول سلطان بن محمد النوماني وزير المكتب السلطاني بتسليم لوسمته صباح اليوم وذلك على النحو الآتي اللواء الركن خليفة بن عبدالله الجنيبي وسام الأمجاد العسكري من الدرجة الأولى اللواء الركن عامر بن سالم العمري وسام عمان العسكري من الدرجة الثانية اللواء الركن محاد بن مبارك المشيخ وسام عمان العسكري من الدرجة الثانية اللواء طيار صالح بن حميد السيابي وسام عمان العسكري من الدرجة الثانية أحمد بن علي كشوب وسام عمان العسكري من الدرجة الثانية اللواء الركن غصن بن هلال العلوي وسام عمان العسكري من الدرجة الثانية اللواء سليمان بن محمد الحارثي وسام عمان العسكري من الدرجة الثانية اللواء حمد بن سليمان الحاتمي وسام عمان العسكري من الدرجة الثانية اللواء عبدالله بن علي الحارثي وسامة أمان العسكري من الدرجة الثانية المكرم ناصر بن سعيد الهدابي وسامة أمان العسكري من الدرجة الثالثة المكرم عيسى بن سعيد الكيومي وسامة الأمجاد العسكري من الدرجة الثانية العميد محمد بن حمد الصارمي وسام عمان العسكري من الدرجة الثالثة العقيد سليمان بن علي الحسيني وسام عمان العسكري من الدرجة الثالثة المقدم بحري محمد بن حميد الوهايبي وسام عمان العسكري من الدرجة الثالثة العميد عدي بن هلال المعولي وسام الأمجاد العسكري من الدرجة الثانية العميد الركن إبراهيم بن سعيد الريامي وسام الأمجاد العسكري من الدرجة الثانية العميد أحمد بن عبدالله الحسني وسام الأمجاد العسكري من الدرجة الثانية العميد إدريس بن عبد الرحمن الكندي وسامة الأمجاد العسكري من الدرجة الثانية العميد الركن ناصر بن صالح المعولي وسامة الأمجاد العسكري من الدرجة الثانية العميد حفيظ بن عامر الشنفري وسامة الأمجاد العسكري من الدرجة الثانية العميد أول سعيد بن فرج الربيع وسام الأمجاد العسكري من الدرجة الثانية العقيد سليمان بن حمد الفارسي وسام الأمجاد العسكري من الدرجة الثانية المقدم خلفان بن علي المعمري وسام الأمجاد العسكري من الدرجة الثالثة العميد الركن بحري محمود بن عبد الرحمن الفارسي وسام عمان العسكري من الدرجة الثالثة العقيد طبيب سيف بن زاهر السالمي وسام الأمجاد العسكري من الدرجة الثانية العقيد الركن بحري عبد النور بن خميس الزجالي وسام عمان العسكري من الدرجة الرابعة العميد علي بن عبدالله المرهون وسام الأمجاد العسكري من الدرجة الثانية العميد عامر بن سعيد الحجري وسام الأمجاد العسكري من الدرجة الثانية العميد مسلم بن سالم الجنابي وسام الأمجاد العسكري من الدرجة الثانية العميد عبدالله بن محمد الحسني وسام الأمجاد العسكري من الدرجة الثانية العميد راشد بن سالم البادي وسام الأمجاد العسكري من الدرجة الثانية العميد مهندس محمد بن عوض الرواس وسام الأمجاد العسكري من الدرجة الثانية العميد أحمد بن درويش الزجالي وسام الأمجاد العسكري من الدرجة الثانية العميد عبدالله بن محمد الجابري وسام الأمجاد العسكري من الدرجة الثانية العقيد عبدالله بن صالح الغيلاني وسام الأمجاد العسكري من الدرجة الثانية العقيد بدر بن طالب الشخصي وسام الأمجاد العسكري من الدرجة الثانية العميد الركن محمد بن يوسف الحارثي وسام الأمجاد العسكري من الدرجة الثانية العقيد الركن سعيد بن محمد الجابري وسام الأمجاد العسكري من الدرجة الثانية العميد الركن محمد بن سالم الرواس وسام عمان العسكري من الدرجة الثالثة العميد الركن محمد بن أحمد العمري وسام عمان العسكري من الدرجة الثالثة ويأتي هذا الإنعام السامي من لدن جلالة القائد العلى تقديرا لإخلاصهم في خدمة هذا الوطن الغالي وجلالة القائد المفدى حافظه الله ورعاه وتفانيهم في أداء الواجب الوطني حضر المناسبة معالي نصر بن حمود الكندي أمين عام شؤون البلاط السلطاني ومعالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك ومعالي الفريق سعيد بن علي الهلالي رئيس جهاز الأمن الداخلية بمناسبة العيد الوطني الخامس والأربعين المجيد تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه فأنعم بوسام عمان العسكري ووسام الأمجاد العسكري على قادة أسلحة قوات السلطان المسلحة وعدد من كبار الضباط وقد قام معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بمكتبه بمعسكر بيت الفلج بتسليم وسام عمان العسكري من الدرجة الثانية لكل من اللواء الركن مطر بن سالم بن راشد البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني واللواء الركن طيار مطر بن علي بن مطر العبيداني قائد سلاح الجو السلطاني العماني واللواء الركن بحري عبدالله بن خميس بن عبدالله الرئيسي قائد البحرية السلطانية العمانية وسلم معاليه وسام الأمجاد العسكري من الدرجة الأولى لللواء الركن سالم بن مسلم بن علي قطان آمري كلية الدفاع الوطني كما سلم معاليه وسام أمان العسكري من الدرجة الثالثة ووسام الأمجاد العسكري من الدرجة الثانية لعدد من كبار ضباط وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة وذلك على النحو الآتي العميد أول ركن عوض بن محمد المشيخي وسام أمان العسكري من الدرجة الثالثة العميد أول ركن ناصر بن سلطان الحارثي وسام أمان العسكري من الدرجة الثالثة العميد الركن جوي سالم بن خلفان الرحبي وسام عمان العسكري من الدرجة الثالثة العميد الركن ناصر بن محمد الحارثي وسام عمان العسكري من الدرجة الثالثة العميد الركن طيار الزبير بن محمد الزبير وسام عمان العسكري من الدرجة الثالثة العميد الركن بحري يعقوب بن يوسف الكمشكي وسام عمان العسكري من الدرجة الثالثة العميد الركن راشد بن حمدان المعمري وسام عمان العسكري من الدرجة الثالثة العميد الركن طيار مكتوم بن سالم المزروع وسام عمان العسكري من الدرجة الثالثة العميد الركن حمد بن راشد البلوشي وسام عمان العسكري من الدرجة الثالثة العميد الركن عبد الله بن أحمد الكثيري وسام عمان العسكري من الدرجة الثالثة العميد الركن محمد بن شماس البطاشي وسام عمان العسكري من الدرجة الثالثة العميد الركن بحري عبدالله بن علي اليحيائي وسامة أمان العسكري من الدرجة الثالثة العميد الركن سليمان بن سالم لدهيني وسامة أمان العسكري من الدرجة الثالثة العميد الركن خميس بن علي العلوي وسامة أمان العسكري من الدرجة الثالثة العميد الركن أحمد بن محمد الفهدي وسام عمان العسكري من الدرجة الثالثة العميد الركن طيار ناصر بن حمدون الحارثي وسام عمان العسكري من الدرجة الثالثة العميد الركن جوي يعقوب بن سعود التوبي وسام عمان العسكري من الدرجة الثالثة العميد الركن بحري محمد بن سعيد الهنائي وسام الأمجاد العسكري من الدرجة الثالثة العميد الركن جوي بدر بن عبدالله المحرمي وسام عمان العسكري من الدرجة الثالثة العميد الركن سيف بن محمد الشيدي وسام عمان العسكري من الدرجة الثالثة العميد الركن محمد بن صالح الشبلي وسام عمان العسكري من الدرجة الثالثة العميد الركن مسعود بن علي الهطالي وسام عمان العسكري من الدرجة الثالثة العميد الركن بحري خليفة بن حمد القاسمي وسام الأمجاد العسكري من الدرجة الثالثة العميد الركن جوي سالم بن خلفان الأغبري وسام الأمجاد العسكري من الدرجة الثالثة الضابط مدني سالم بن بدر العوفي وسام الأمجاد العسكري من الدرجة الثالثة الضابط مدني أحمد بن مسلم الرواس وسام الأمجاد العسكري من الدرجة الثالثة ويأتي هذا الإنعام السامي من لدن جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديرا لإخلاصهم وتفانيهم في أداء الواجب الوطني وقد هنأهم مع السيدة الوزير المسؤول عن شون الدفاع على شرف نيل هذا التكريم من لدن جلالة القائد الأعلى عزه الله متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد في خدمة وطنهم وسلطانهم حضر المناسبة مع علي محمد بن ناصر الراسبي الأمين العام بوزارة الدفاع والفريق الركن أحمد بن حارث النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة وتفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه فمنح وسام عمان المدني من الدرجة الثانية لسعادة الدكتور رفعة عبد الحليم الفاعوري المدير العام السابق للمنظمة العربية للتنمية الإدارية تقديرا لجهوده الطيبة في خدمة المنظمة وأهدافها قام بتسليم الوسام صاحب السمو السيد هيثم بن طارق السعيد خلال استقبال سموه له بمكتبه صباح اليوم تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية من فخامة الرئيس محمود عباس أبو مازن رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية تسلم الرسالة صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء وذلك خلال استقبال سموه اليوم معالي الدكتور أحمد عبد السلام حسن مجدلاني رئيس مجلس إدارة هيئة التقاعد الفلسطينية حيث رحب سموه بمعاليه والوفد المرافق له وقد نقل معاليه تحيات فخامة الرئيس الفلسطيني وتمنياته الطيبة لجلالة السلطان المعظم بدوام التوفيق والشعب العماني المزيد من التقدم والنماء كما نقل تهنئة القيادة الفلسطينية للسلطنة بالذكرى الخامسة والأربعين للعيد الوطني المجيد والإشادة بما تقدمه السلطنة من الدعم والمساندة الدائمة للشعب الفلسطيني وقد أكد صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء على الاهتمام الذي توليه السلطنة بقيادة جلالة السلطان المعظم لكل ما يؤدي إلى معالجة القضية الفلسطينية وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق تم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون القائم بين البلدين الشقيقين ووسائل تطويرها كما تم تناول بعض الجوانب المتعلقة بالمجالات الاجتماعية من تأمينات وتقاعد وضمان اجتماعي وتبادل الخبرات بين الجانبين في هذا المسار كما تم استعراض عدد من القضايا والمستجدات الرهنة على الساحتين الإقليمية والدولية وقد أشاد معالي الضيف بسياسات السلطنة الخارجية المتوازنة وما تحقق من تقدم في كافة المجالات الداخلية حضر المقابلة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة فترتنا الإخبارية مستمرة من تلفزيون السلطنة يومان وتتابعون فيها بعد قليل التوقيع على اتفاقيات لإنشاء أربعة فنادق من سلسلة روتانا في مسقط وصلالة وصحار ترجمة نانسي قنقر هل تعرفون أن صغار يتمتعون بقدرات كبيرة وبإمكانهم تعليمكم الكثير وعندما تقدمون لهم البداية الصحيحة يصبحون أفضل وأفضل مع جبنة أبو الولد أطلق إمكانيات صغارك أهلا بكم من جديد عقدت بديوان عام وزارة الخارجية اليوم الجولة السادسة للمشاورات السياسية بين السلطنة وجمهورية لتوانيا تناولت المشاورات العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات وبما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين كما جرى متابعة نتائج الزيارة التي قام بها فخامة دولة رئيس وزراء جمهورية لتوانيا للسلطنة في شهر فبراير الماضي واستعرض الجانبان وجهات النظر حول مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية ترأس الجانب العماني معالي سيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية فيما ترأس الجانب الليتواني معالي نيرس جيرمانس نائب وزير خارجية جمهورية لتوانيا أعلن سعادة المهندس سالم بن نصر العوفي وكيل وزارة النفط والغاز أن وزارتي النفط والغاز والقوى العاملة ستقدمان ورقة عمل لمناقشتها غدا الثلاثة أمام اللجنة الوزارية المشكلة بشأن موضوع القوى العاملة الوطنية الذين تعتزموا بعض الشركات النفطية الاستغناء عنهم جاء ذلك في تصريح خاص لإذاعة وتلفزيون سلطنة عمان راح تناقش طبعا توجيهات مجلس الوزراء راح تناقش ورقة عمل مقدمة من قبل وزارة النفط والغاز ووزارة القوى العاملة عن آليات التعامل مع المواطنين اللي ربما بسبب الظروف الحالية اللي نمر فيها يواجه صعوبات في الاستمرار في العمل في نفس الشركة لكن مثل ما أكد مجلس الوزراء في بيانه تسريح العمالة الوطنية بدون الرجوع إلى الجهات المعنية سواء كانت وزارة القوى العاملة أو وزارة النفط أو أي جهة ثانية طبعا محظور لكن يجب أن نحن نتعامل مع الموضوع بجدية أكثر ونتأكد أن الشركات فعلا وصلت إلى مرحلة لأنها ما تقدر تستمر مع البرامج اللي كانت تتنفذها وبالتالي النتيجة الحتمية هي تقليص العمالة ويبتدي طبعا بالعمالة الوافدة بكل تأكيد ونحاول بقدر المكان أن نحن ندور العمالة الوطنية إلى مجالات أخرى أو شركات ثانية تستطيع أن تستوعبهم بحيث أنهم يحلوا محل الوافدين هذه دائما كانت أهداف الوزارة وأهداف وزارة القوى العاملة تراجع أسعار النفط لا بد أن يكون إلى تأثير على جميع الشركات والخدمات والأعمال اللي تقوم بها الشركات التأثير هذا يتفاوت من شركة إلى شركة يعتمد على مدى البرامج اللي تنفذها الشركة من ناحية إمكانية تأخير هذه البرامج أو تغييرها ببرامج أخرى ربما تكون أرخص لكن في الوقت الحالي نحن نحاول بقدر الإمكان أنه ما يكون فيه تقليص لعمليات الشركات وإذا كان فيه تقليص نحاول بقدر الإمكان أن نخفف أي نتائج سلبية على هذا التقليص خاصة بالنسبة لإنتاج النفط والغاز وبالنسبة للعمال الوطنية وأكد سعادة المهندس وكيل النفط والغاز أن الطلبات الاستثمارية ما زالت مستبرة في المناطق المفتوحة في السلطنة معربا عن أمله في توقيع اتفاقيتين نفطيتين هذا العام نحن نسوق لكل المناطق المفتوحة هي عملية تجميع البيانات تأخذ فترة بسيطة لكن اللي لاحظنا خلال الفترة الماضية هو تراجع الطلب نسبيا على المناطق المفتوحة أو دخول الشركات في مفاوضات أعلى من السابق لكن لا يزال الطلب موجود على المناطق المفتوحة في السلطنة ونتأمل إن شاء الله أن يتم التوقيع على الأقل منطقة ومنطقتين مفتوحات خلال هذا العام العام القادم عندنا أكثر من منطقة يتم التسويق لها ضمن البرنامج المعتاد بالنسبة لإنتاج الغاز مشروع شركة النفط البريطانية رح ننتهي منه إن شاء الله في 2017 شركة تنمية نفط عمان عندها بعض المشاريع لتعزيز الإنتاج من الغاز كل هذا طبعا رح يعزز موقفنا من إنتاج الغاز بالنسبة لإنتاج النفط عمليات الاستكشاف مستمرة عمليات المسح الجيولوجي مستمرة بتكلفة إجمالية تقدر بأكثر من 90 مليون ريال أماني تم التوقيع لاتفاقيات لإنشاء أربعة فنادق من سلسلة روتانا في كل من مسقط وصحار وصلالة وأوضح معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة خلال التوقيع أن 23 فندقان قيد الإنشاء منهم 16 فندقان في محافظة مسقط مع التنوع الجمالي للسلطنة ودفعا للسياحة الداخلية والخارجية يأتي إضافة 1500 غرفة فندقية خلال الخمس سنوات القادمة جاء ذلك خلال التوقيع على إنشاء أربعة فنادق من سلسلة فنادق روتانا في كل من مسقط وصلالة وصحار اليوم نشهد توقيع اتفاقية إدارة لأربع فنادق فندقين في مسقط، فندق في صلالة، فندق في صحار مجموع الغرف الفندقية فيها 1500 غرفة فندقية اليوم في السلطنة تحت الإنشاء 23 فندق من هذه 23 أربع نجوم وخمسة ونجوم 16 فندق في مسقط فقط وتقريبا أربعة في صلالة من غير هذه الفنادة صناعة السياحة تمضي بوتيرة متسارعة فالغرف الفندقية ستكون من الفئة الثلاثة والأربعة والخمسة نجوم لتمنح النزلاء خيارات متعددة أما التكلفة الإجمالية تقدر بأكثر من 90 مليون ريال عماني نحن في عمان عندنا نقص، عندنا شح لا زال في الفندقة وما في منافسة الحمد لله بلدنا تسع كل المستثمرين في المجال السياحي والحكومة الحمد لله مشكورة مشجعة لهذا الأمر ولهذا قدمنا على هذا الأمر ونعتقد نفسنا أن السلطنة لا زال الحاجة فيها مهسة لهذه الاستثمارات بوصلة السياحة تتجه في مسارها الصحيح في انتظار أن يساهم القطاع السياحي بنسبة 7% في الدخل القومي مع حلول العام 2020 كما هو مخطط له المواشرات السياحية توضح أن هناك تطورا ملموسا على أرض الواقع في ظل تركيز الحكومة على هذا القطاع من خلال وضع الاستراتيجيات لتقليل الاعتماد على الذهب الأسود فارس بن جمع الهيبي ماسقاط الاعلان عن مشروعات سياحية كبرى قريبا هذا ما أكده معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة في تصريح لذاعة وتلفزيون سلطنة عمان كما وضح في حديثه أن انخفاض أسعار النفط لا يؤثر على الاستثمارات في القطاع السياحي باعتبارها استثمارات بعيدة المدى لا يوجد أي تأثير ثقتنا كبيرة بقطاع السياحة قطاع السياحة ليست له علاقة أبدا فيما يتعلق بأسعار النفط والسبب بأن الاستثمار في قطاع السياحة هو على المدى البعيد لديك من المقاومات السياحية لديك كل ما يتعلق بالأمن والأمان في هذه البلد هناك نمو كبير في قطاع السياحة على مستوى العالم هناك زيادة كبيرة في أعداد السياح لا توجد أي مشكلة هناك الاستثمارات مستمرة توجد لدينا بعض الاستثمارات الكبرى سوف يعلن عنها إن شاء الله قريبا تهينا من وضع خطة طموحة جدا حقيقة وهذا ننتظر إن شاء الله في ديسمبر القادم سوف تقر هذه الخطة وبإذن الله سوف نباشر العمل في 2016 لدينا أمل كبير بجعل السلطنة في عام 2030 من الوجهات السياحية الرئيسية على مستوى العالم دشنت وزارة النقل والاتصالات الهوية التعريفية الجديدة لشركة النقل الوطني والتي تأتي ضمن خطتها الاستراتيجية لتطوير النقل العام في السلطنة حفل وتدشين تضمن أيضا الكشف عن خمسين حافلة نقل مصممة بمواصفات عالمية رأى المناسبة معالية الدكتور أحمد بن محمد لفتيصي وزير النقل والاتصالات إعداد خطة لتطوير النقل العام وإيجاد خطوط خاصة لحافلات النقل العام أبرز ما هدفت إليه الاستراتيجية التي تعكف عليها وزارة النقل والاتصالات للحد من الازدحام المروري وتقديم أفضل الخدمات لمستخدم وسائل المواصلات وذلك من خلال الرحلات والتوقيت الزمني الذي يحدد مسار كل رحلة بالإضافة إلى تلبية الحركة السياحية التي تشهدها محافظات السلطنة وزارة النقل والاتصالات قامت بإعداد خطة لتطوير النقل العام اعتمدت في بداية هذا العام من قبل مجلس الأعلى للتخطيط ونحن الآن في طور تنفيذ هذه الخطة بإذن الله لمدة خمس سنوات قادمة على الأقل الخطة حقيقة مبنية على توزيع المهام بين وزارة النقل والاتصالات لوضع السياسات العامة والخطط في قطاع النقل العام ووضع التشريعات والأنظمة الهوية الجديدة لشركة النقل الوطنية العمانية دشنت بانضمام خمسين حافلة تتميز بأرقى المعايير العالمية التي تراعي كافة الفئات العمرية للركاب والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة المرحلة الأولى تم شراء خمسين حافلة أربعين حافلة منها بتكون في مسقط وعشر حافلات ستكون تربط المناطق مع بعضها البار هناك جانب آخر وهو الاهتمام بدول الاحتياجات الخاصة لهم أيضا مسار على هذه الحافلات الحافلات الجديدة ستعمل في الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري على أن يتم خلال العامين المقبلين تشغيل خطوط إضافية لتشمل كافة محافظات السلطنة وفيما يخص التعريفة الجديدة أكد معالي وزير النقل والاتصالات أنها ستبقى كما هي الآن وأنها مدرجة في قانون النقل البري الذي من المنتظر استصداره خلال الفترة المقبلة تنظيم القطاع ووضع التعريفة وغير ذلك هو من اقصاص حاليا وزارة النقل والتصالات وهذا أيضا مدرج في قانون النقل البري والذي ننتظر استصداره بإذن الله وحاليا هي التعريفة ستبقى مثل ما هي كما هي موجودة الآن في الشركة بهدف استقطاب المزيد من الركاب إضافة جديدة لمنظومة النقل العام بتدشين الهوية الجديدة لشركة النقل الوطني وذلك بانضمام خمسين حافلة تعكس تطلعات النقل الجماعي وتراعي النقل المريح للركاب ذي أب بن عبدالله النوفلي محافظة مسقط سبل تعزيز العلاقات المتميزة القائمة بين السلطنة والاتحاد الأوروبي في جميع المجالات بحثها معالي سيد سعود بن هلال البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ مسقط بمكتبه اليوم مع اللواء بحر ستيفانو برييري قائد القوة البحرية للاتحاد الأوروبي والكابتن فرانشيسكو سلادينو قائد السفينة كاربينيري والوفد المرافق لهما وأوضح معالي السيد للضيوف الدورة التي تقوم به محافظة مسقط في خدمة المجتمع من جانبه أشاد قائد القوة البحرية للاتحاد الأوروبي بالنقلة النوعية والحضارية التي تتمتع بها السلطنة والدور الرائد الذي تنتهجه حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وإرساء علاقات التعاون مع الدول الأخرى تعزيز التعاون الثنائي بين صندوق تقاعد موظفية الخدمة المدنية بالسلطنة وهيئة التقاعد الفلسطينية بدولة فلسطين الشقيقة كانت في صلب مناقشات معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية نائب رئيس مجلس إدارة صندوق تقاعد موظف الخدمة المدنية لدى استقباله بمكتبه اليوم معالي الدكتور أحمد عبد السلام حسن مجدلاني رئيس مجلس إدارة هيئة التقاعد الفلسطينية والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حاليا كما تطرق الجانبان إلى أهمية الاستفادة من التجارب والممارسات الإدارية الناجحة في كل البلدين نظم المكتب التنفيذي لللجنة الوطنية للدفاع المدني وبالتعاون مع سلطات إدارة الكوارث في جمهورية كوريا ندوة الحد من الكوارث من حيث واقع التجربة الكورية رعى افتتاح الندوة سعادة الدكتور محمد بن ناصر الزعابي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني ندوة الحد من الكوارث والتي تهدف إلى بناء قدرات المجتمعات للوقاية من تأثيرات الكوارث المختلفة التي من شانها التأثير المباشر على الأرواح والبنية الأساسية وسبل المعيشة من خلال التنبؤ بها ويجاد أفضل ممارسات للتعامل مع مثل هذه الظروف كان أبرز محاور هذه الندوة محاور الندوة حقيقة تتمحور حول ثلاثة جوانب رئيسية استخدام البيانات والمعلومات المتعلقة بالمياه والاستمطار في التنبؤ بالفيضانات والحد من تأثيراتها المختلفة بالإضافة إلى جهود التوعية العامة ذات الصلة بالحد من الخسائر البشرية المتعلقة بالكوارث المعهد الوطني لإدارة الكوارث بجمهورية كوريا يقدم تجربته كنموذج أسيوي في التعامل مع الكوارث الطبيعية من خلال نخبة من الاقتصاصيين والباحثين في هذا المجال شهدت كوريا العديد من الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والسيول والأعاصير المدارية وقد طورنا العديد من البرامج من أجل التعامل مع هذه الظواهر منها نظام معلومات الكوارث والأعاصير الذي يمكن تطبيقه في سلطنة عمان للتنبؤ بحدوث العاصير ومسارها وشدتها وتساعد في التحضير المسبق لعمليات الإخلاء بحيث تقلل من الخسائر البشرية والمادية ويشارك في هذه الندوة من داخل السلطنة الجهات المعنية بالتخطيط والحد من المخاطر والمؤسسات العلمية والبحثية وجهات الرصد والإنذار المبكر التي كان لها تجربة جيدة في التعامل مع الألواء المناخية في السلطنة كوارث الطبيعية التي مرت عليها مثل عصار قونو وعصار أيضا فيت وحالات أخرى مدارية أخرى أثرت على السلطنة وكان التعامل مع مثل هذه الحالات بطرق قيدة وفعالة ولكن من المهم أيضا للاطلاع على تقارب الدول الأخرى في هذا القانب والاستفادة من هذه التقارب التي أيضا قد تضيف أشياء جديدة أيضا في المقال أيضا التكنولوجي أيضا المهم تأتي هذه الندوة للاستفادة من التجربة الكورية في التعامل مع الظواهر الطبيعية ولتقديم أفضل الممارسات والدروس المستفادة في مواجهة مثل هذه الظواهر النقيب حمد بن هاشل لقريني مصقط إنشاء نظام إنذار مبكر للتنبؤ بحدوث ظاهرة مع تأسيس قاعدة بيانات عن المياه العمانية غاية تسعى إلى تحقيقها حلقة العمل الوطنية لإعداد مسودة البرنامج الاستراتيجي لظاهرة ازدهار الطحالب البحرية الضارة أو ما تسمى بالمد الأحمر الحلقة دعت مع بداية أعمالها بالنادي الدبلوماسي لوجود مركز مؤتمد تلجأ إليه الجهات المتضررة بالظاهرة لاتباع التوجيهات اللازمة رأى الافتتاح سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الزراعة وثروة السمكية للثروة السمكية أكثر من ثلاثة آلاف كيلو متر امتداد سواحل السلطنة وسط ثراء بالكائنات البحرية مصايد الأسماك معرضة لفقدان موسمي لثروة السمكية نتيجة لظاهرة المد الأحمر أقدم الظواهر الطبيعية حدوثا في معظم بحار ومحيطات العالم متى ما توافرت الظروف البيئية المناسبة لحدوثها وانتشارها ازدهار مؤذن لنوع أو أكثر من العوالق أو الطحالب النباتية يسبب تغير لون المياه بشكل واضح يغلب عليه الأحمر تسمم شديد في المياه تسببه هذه الظاهرة مع الكثير من الأخطار الأخرى ولهذه الأسباب وغيرها تأتي حلقة العمل الوطنية هذه لإعداد مسودة البرنامج الاستراتيجي لظاهرة ازدهار الطحالب البحرية الضارة أو ما تسمى بالمد الأحمر الخطة هي وضع برنامج بحثي لمقابعة هذه الظاهرة في السلطنة من خلال عدة محاور أهمها طبعا تسليط الضوء على أسباب هذه الظاهرة وكذلك الآثار الاقتصادية على الثروة السمكية وعلى القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل منشاء تحليل المياه مثل قطاع السياحة مصافي النفطية وغيرها حقيقة من الآثار الاقتصادية التي قد تسبب فيها الظاهرة لجنة تقوم بصياغة المشروع تتكون من وزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة البيئة والشؤون المناخية ووزارة الخارجية ومجلس البحث العلمي وجامعة السلطان قابوس الظاهرة تكررت عدة مرات في السلطنة وتقريباً الأسبوع الماضي كانت هذه الظاهرة موجودة في بحر العرب في 2007-2009 وتقريباً نستطيع أن نقولها سنوياً وبعضها تتكرر في السنة الواحدة أكثر من مرة لها أثار اقتصادية لها أثار بيئية وأثار أيضاً أسوأً على الصيادين وأيضاً بالنسبة للسياحة لربما الأثر الكبير الآن أصبحوا على بعض محطات تحليل المياه في السلطنة وأيضاً تأثيرها على بعض مصافي النفط الموجودة في المناطق الساحلية المشاركون أبدوا تخوفهم من وصول آثار الظاهرة إلى محطات تحليل المياه كما كشفت الحلقة أن ازدهار نوع جديد من العوالق النباتية خلال عامي 2008 و2009 أدى إلى نفوق كميات كبيرة من الثروة السمكية تقدر بأكثر من 200 طن بالإضافة إلى تأثيره على المزارع السمكية حيث أدى إلى نفوق 70 طن من الأسماك فيها تأثير كبير لظاهرة ازدهار الطحالب البحرية الضارة على الثروة السمكية وغيرها يتطلب مزيداً من الجهد للحد منه في المستقبل أحمد بن عبدالله الندابي مسقط وقعت الجمعية العمانية لذوي الإعاقة السمعية على اتفاقية تعاون مع واحدة من الشركات الدولية العاملة بالسلطنة في إطار مسؤوليتها الاجتماعية يأتي ذلك إيماناً بالدور الذي يقوم به القطاع الخاص في دعم جمعيات المجتمع المدني رعى توقيع الاتفاقية سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية تأكيداً لدعوة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه بأن يكون الإنسان العماني هو هدف التنمية الأساسي ووفق هذا التوجيه سعت الجمعية العمانية لذوي الإعاقة السمعية إلى تحقيق أهدافها السامية في دمج ذوي الإعاقة السمعية في المجتمع وتوفير كل ما من شأنه تحقيق ذلك من خلال تكامل الجهود في القطاعات المختلفة الحكومية والخاص والأهلي هذه الاتفاقية تجسد العلاقة بين القطاع الخاص والجمعيات الأهلية والجهد الحكومي ممثل في وزارة التنمية الاجتماعية في واقع الأمر حينما نرى اتفاقية من هذا النوع هذا يعني بأن القطاع الخاص يعي الدور الذي يجب أن يقوم به وفهم العميق لمفهوم المسؤولة الاجتماعية ونحن لا نتكلم عن الجانب المادي نتكلم عن الجانب المادي والأخلاقي في هذا الالتزام وما تمثله المعينات السمعية للأشخاص دول إعاقة السمعية من أهمية بالغة ونظرا للمبادرات التي يقدمها القطاع الخاص في توفير الدعم للجمعية فقد قدمت شركة CC Energy Development فرع عمان دعما سخيا من مواردها المالية ضمن برنامجها التنموي ومن باب المسؤولية الاجتماعية التي توليه الشركة اهتمام بالغ الشركة منذ أن تأسست وبدء نشاطها وهي تعمل على تعزيز وإبراز دورها في تنمية ودعم وتطوير المجتمع من خلال مسؤوليتها الاجتماعية وإن دعمنا للجمعية العمانية لذوي لعاقة السمعية هو جزء بسيط من الجهود المجتمعية المبذولة لرعاية ودعم هذه الفئة من المجتمع فقد تم توقيع اتفاق بين شركة CC Energy Development فرع عمان مع الجمعية العمانية لذوي لعاقة السمعية لتمويل مشروع توفير سماعات أذن لذوي لعاقة السمعية وبرعاية سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية وصلنا لنهاية أخبار عمان وهذا تذكير بأبرز عنوينها جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يتفضل بترأس افتتاح الفترة السادسة لمجلس عمان يوم الأحد المقبل بحصن الشموخ في ولاية منح جلالة القائد العلى للقوات المسلحة حفظه الله يتفضل فينعم بوسام عمان العسكري وبوسام الأمجاد العسكري على عدد من القادة وكبار الضباط في الأجهزة العسكرية والأمنية جلالته حفظه الله ورعاه يتفضل فينعم بوسام عمان العسكري ووسام الأمجاد العسكري على قادة أسلحة قوات السلطان المسلحة وعدد من كبار الضباط من عسكريين ومدنيين جلالة السلطان المعظم يمنح وسام عمان المدني من الدرجة الثانية لسعادة الدكتور المدير العام السابق للمنظمة العربية للتنمية الإدارية رسالة خطية لجلالة السلطان المعظم من فخامة الرئيس الفلسطيني يتسلمها سيد فهد بن محمود آل سعيد شكرا لكم على طيبة المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة